يا غربة للدين في الأبدان يا وحشة منها الفؤاد يعاني يا دمعة تأتي على ميعادها فتعيق عن حلو الكرى أجفاني مما أرى من غربة ونكاية في الدين من جهل ومن عدواني وغياب أهل العلم يا ويحي وقد كانوا فبانوا في الرعيل الفاني وترأس الفدم الحقير سفاهة يفتي بلا علم ولا برهاني شر ذمة جاءت لدين محمد بشذوذ رأي ظاهر البطلاني وتمايلت طربا وهامت سكرة بثناء إعلام رد العلماني يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتاني فرعيت منهم أحمقا يدعو إلى خلط الرجال بزمرة النسواني ورعيت منهم فاجرا يدعو إلى ترك الجماعة رمز ذي الإيماني ورعيت منهم مارقا يدعو إلى طلب الإغاثة من عبيد الجاني ورعيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهاني ورعيت منهم تافها يدعو إلى حل المعازف والغنى الشيطاني ورعيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيداني ورعيت منهم مجرما يدعو إلى تعطيل شرع الله والقرآني ورعيت منهم ماذقا يدعو إلى إقرار دين الكافر النصراني ورعيت منهم ملحدا يدعو إلى لا شرع إلا شرعة الإنساني هذا كلام القوم هم منا وهم من موطن الحرمين يا إخواني لبسوا لباس المسلمين وأبطنوا من كل دين ساقط الأركاني يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحساني وادعو إلى التوحيد في كل الملاء وكذاك دوما سائر الأزماني وادعو إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدناني وادعو إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائها الحيراني وحذار داء الافتراق فإنه داء البلاء وحالق الأدياني فالوقت وقت الصبر يا قومي وقد حامت عليكم زمرة البهتاني صوفيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني واضرهم للدين الإبرالية جاءت بكل الكفر والطغياني يا ربي يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبياني وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشاني وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجيب الشيب للشباني يا ربي واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجناني حتى نساق لروضة وجناني ترجمة نانسي قنقر